إرساء قواعد جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توجت بإعلان رؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين زيارة وصفت بالتاريخية للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط استهلها من السعودية التي استقبلته بحفاوة بالغة وشهدت أول قمة عقدت بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي توقيع اتفاقات بقيمة 380 مليار دولار منها عقود تسليح ب110 مليارات دولار بضمنها أيضا مشروع تجميع 150 مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك في السعودية بقيمة 6 مليارات دولار وهو ما رحب به الرئيس ترامب خلال لقائه بولي العهد السعودي كان هذا يوما عظيما وأود أن أشكر الجميع إنه استثمار كبير للولايات المتحدة ولمؤسستنا العسكرية التي تشعر بارتياح كبير وأود أن أشكر السعودية فهناك مئات المليارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة التي ستصهم في إيجاد وظائف كثيرة دعائم جديدة بشأن منطقة الشرق الأوسط ستنبثق عن الرؤية الأمريكية السعودية على مدى السنوات المقبلة كما يقول وزير الخارجية الأمريكي كما تظهر بحسب البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها في الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية والإرهاب في المنطقة الهدف هنا هو تعزيز أمن السعودية ودول الخليج في مواجهة التهديد الإيراني الذي وصل إلى حدود المملكة المملكة ستتحمل دفاع عن نفسها لكننا سنقدم الدعم والتجهيزات فأمن المملكة مهم بالنسبة لأمن أمريكا ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن هذه الاتفاقات ستخلق آلاف الوظائف في قطاع الصناعات العسكرية الأمريكية ورجح مسؤولون أمريكيون أن يحمل خطاب ترامب الذي سيلقيه غدا في قمة تجمعه مع قادة عرب ومسلمين رسائل عدة إلى دول العالم الإسلامي وأكثرها حزما ستوجه لإيران خادم الحرمين والرئيس ترامب تحدثا عن الوضع في المنطقة والإرهاب وطرق القضاء عليه والجهود الخبيثة التي تقوم بها إيران ومنعها من التدخل في المنطقة وامتثالها لما ورد في الاتفاق النووي وناكشا كذلك الوضع في سوريا وأهمية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ترامب الذي منحه العاهل السعودي ميدالية الملك عبد العزيز وهي أعلى وسامي شرف يمنح في البلاد وصف رحلته خارج الولايات المتحدة والتي استهلها من الرياض بأنها الأكبر وهي تسلط الضوء على مفهوم شراكة جديد كان قد دعا إليه العاهل السعودي بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية